الوضع الاقتصادي في مصر كان البطل الرئيسي لعام 2016 الدولة في عز ما كانت بتبني نفسها وتتجه نحو المشروعات التنموية ظهرت قدامنا أزمات لم تكن في الحزبان ما بين أزمات سياسية وحوادث إرهابية وتقريبا توقفت حركة السياحة وبعض الدول اللي كانت بتحاول ولسه بتسعى أنها تكسر عزيمة المصريين الأحداث دي طبعا انعكست بالسلب على الملف الاقتصادي في مصر يعني كل حاجة تتعلق بلقمة العيش اتأثرت طبعا عندنا مشاكل التموين والدعم والأسعار وحاجات تانية كتير جدا الحكومة اضطرت أنها تلجأ لقرارات صعبة ومؤلمة وفي المقابل كان في زيادة شديدة جدا في الأسعار لكن الحقيقة اللي لازم يتقال أن المصريين رغم اكتوأهم بنار الزيادات والشك والمرة إلا أنهم وقفوا جنب بلدهم وجنب نظامهم وضيفي النهاردة الدكتور علي المصلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق واحد من المسؤولين المتفائلين اللي شايف أن كل ده طبيعي جدا وأنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة هنقرأ ما وراء أحداث 2016 وما نتمناه لمصر في 2017 مساء الخيلة دكتور وحرك منورنا مساء النور ومساء الخيلة على كافة المشاهدين وبننتهز الفرصة وعنا في قدوم نهاية 2016 وبداية 2017 وبنقول لإخوة المسيحيين كل عام وهم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد ولكل المصريين كل سنة وعن طيبين وإن شاء الله 2017 أفضل بكثير مما مررنا به في 2016 يا رب إن شاء الله الحكومة أعلنت عن تنقيب بطاقات التمويل لتوصيل الدعم لمستحقية ووضع معايير لمستحق الدعم من خلال لجنة تضم تقريبا خمس وزرات طبعا ده فتح باب للجدل بين الموطنين وتخوفات من خروج بعض الفئات من هذه المنظومة من هم مستحق الدعم وهل البرلمان اطلع على أليات تنقيب هذه البطاقات ده اللي هنعرفه من مع الوزير أهلا بيك طب الأول نبتدي بس نتيجة مقدمة بتاعتك شيخة جدا ونقول إن عام 2016 مررنا بصعوبات كبيرة والحق يقال زي ما حدلك تفضلت شعب المصري أثبت أنه يستطيع أن يواجه تحديات حتى يكون لنا مستقبل أفضل الجميع من اللي سمعنا يعلم جيدا زي ما حدريك قلت في المقدمة إن احنا بنمر بأزمة اقتصادية كل واحد في الشارع وكل مسؤول يعلم ذلك وحدريك قلتها باختصار جدا أحد أسبابها ضعف العملة الصعبة أو الاحتياط النقد الأجنبي وإحنا بنستورد أكتر ما بنصدر وبالتالي الميزان معكوس لصالح الاستيراد إذن عندنا طلب على العملة الصعبة أكبر مما هو مطلوب بالإضافة إن احنا مرينا بأربع سنين من 2011 لغاية السنة اللي فاتت أو ثلاث سنين تقريبا العجلة كانت وقفة وبالتالي كل استهلاكنا كان من الاحتياط عشان لما نقول كان دينا 38.5 مليار دولار ثم بالإضافة للمنح والقلوب اللي خدناها ومع ذلك بدأنا هذه السنة باحتياطي 15.5 مليار دولار فكان من المهم إن احنا نوقف هذا النزيف ونأخذ قرارات اقتصادية صعبة حاسمة حاسمة بجد عارف لما تيجي تعيد هيكلة منظومة فإعدت الهيكلة غير إن انت تصلح حاجة أو تتواءم حاجة فالعام الماضي أنا من وجود نظري الحمد لله إنه قارب على الانتهاء ولكن أهم القرارات الاقتصادية اللي اتخذت منها تعويم الجنيه والناس بعض الناس اللي سمعاني هتقول لي جاب لنا إيه خير ومش عملية جاب لنا إيه خير منع عننا ضرر إن لن يكون هناك استثمارات في هذا البلد سواء محلية أو أجنبي بسبب وجود سعرين مين هيحسب على أي مشروع دي نقطة بس عشان بس الناس تبقى مع بعض الثاني نقطة وهي رفع الدعم عن المحروقات موضوع الدعم والناس اللي بتتكلم إن الدعم 70% للأغنية في المحروقات مش في دعم السلع التنمونية أو دعم القيش فقط فبالتالي كان مهم جدا إعادة صياغة هذا البند والحمد لله تحملنا الأهم من ده إنه هناك مشروعات في البنية الأساسية نفسي الناس ترجع سنة ونص سنتين كده ونشوف الكهرباء اللي كنا بنقعد فيها دي وفي رمضان مش اللي فات اللي قابليه كان وقت بعد الفطر الدنيا ظلمة ولا كويسة فإذن حسن إعادة طفرة في البنية الأساسية من كهرباء لطرق لمدن جديدة لو سبنا الحيز السكاني بما هو عليه الآن وأخرنا المشاكل اللي فيه ما بعد كل ما بتأخر مشكلة كل ما يبيصب حالها وبالتالي هناك حقيقة بنية أساسية قابلة للاستغلال تم عملها من نصف 2015 و2016 كل هذه التكلفة طبيعي الشعب دفعها وهضيف على ذلك بعض الصيانات اللي حدثت في البنية التحتية اللي اتدمرت من 2011 لغاية نهاية 2014 بالضبط في الصيانة حدثت ليها وكباري وبالتالي إن شاء الله العام القادم هو عام يدخل المناخ المناسب لاستفادة من هذه البنية الأساسية من أولها وأنا سعيد إن النهاردة مجلس الوزراء وافق على خانون الاستثمار الجديد ولكن عندما يعرض علينا لابد إن يكون واضح وبسيط وجاذب حقيقة للاستثمارات ويخلو من التعقيدات البيروقراطية اللي احنا عارفنا اللي بتشل أي تحرك إيجابي بيحسن فده أحد الجوانب الأساسية اللي رسم هذا المناخ بالإضافة إلى من أهم القرارات اللي اتخذت ولكن لم تفعل حتى هذه اللحظة اللي سيادة الرئيس قال 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة هذا الموضوع وإنشاء هيئة تقوم به بس لابد إن إجراءاتها تكون برضو بسيطة ووضحة وجاذبة للشباب بمعنى إن إحنا قدامنا فرصة تاريخية إن إحنا نعمل ما نسمي بمراكز التميز مراكز التميز ما ينفعش نجيب يعني خلينا نتكلم ببساطة تفضل شاب مش لقي شغل فنقوله أعمل إنت مشروع وأعمل إنت دراسة جدوى وبعد إنت علالي عشان أديك في قروض وبعدين أنا هساعدك في التسويق وهساعدك نسبة النجاح إيه متأسف ضعيفة جدا ثلاثة في المئة ولا حيتقتم بينما لما أعمل أنا على مستوى كل محافظة وأتمنى ذلك وكلمنا مع وزير الصناعة والتجارة ومقتنع بذلك مركز تميز مرتبط بالجمعة ما فيش محافظة ما فيهاش جمعة واثنين وهو اللي يقوم عارف طبيعة المنطقة وعارف إيه الاحتياجات وعارف كل ده فيتقوم الإشراف بالضبط ويعمل خريطة للمشروعات اللي هي موجودة في المنطقة والمشروعات تبقى جاهزة والمناطق اللي هتعمل فيها المشروعات تبقى جاهزة ومعدة والمرافق موجودة فيها ساعتها فاستغل المتين مليار اللي خصصهم الرئيس بشكل وساعتها إيجابي لما الشاب ما يروحش نقوله بقى أنت متقاعس إنما النهاردة ما قدرش أقوله بتتقاعس من غير هذا الأداد فقدامنا فرصة حقية لخلق مناخ لتدعيم ما نسميه الصناعات الصغيرة ومتناهيات الصغر في كل محافظة ما عندي مناخ استثمار على مستوى قومي مناخ صناعات صغيرة ومتناهيات الصغر على مستوى محافظة ومركز وأصغر من ذلك وكذلك الأمل الكبير في الزراع النقطة دي وإحنا كلنا فلاحين بدون سياسة زراعية أنا بأناشد على بداية خبر يبقى كويس جدا من الحكومة إنها تصعر المحاصيل الأساسية بما يترتب كما جاء في الدستور دمان مكسب وربح عادل للفلاحة بناء على زيادة بقى الطاقة اللي زادت زيادة الأسمدة زيادة التقاوي زيادة كل حاجة زادت فما ينفعش نسيب الفلاح بأسعار ما كان في 2016 وواجب علينا دي متسبب بأسعار ما كان في 2009 حضريك هتقول بقى كده أنا عايزي خديني بس 2016 فإن لم تزيد إحنا النهاردة بنكلم في زيادة في الأسمدة والمبداد كده حوالي 50% وهتقر قريب عندنا زيادة في الطاقة حوالي 35% في المية في المية كل ده زيادة إذا ما زودتش 50% من القيمة بدل ما ضيع موسم الرزو زي ما ضع على السنة دي وزي ما ضيع موسم القصب زي ما أتمنى ألا يضيع السنة دي وزي ما هملنا موسم الأمح وترددنا في القرارات حتى حدث ما حدث فلابد سياسة زراعية واضحة منها حكتم بهمية الفلوس اللي أنا بدفعها دي بدفعها للمصريين اللي هم أساس استقرار هذا البلد دي نمرة واحد نمرة اتنين 54% من المجتمع المصري عايش على الزراعة مش بيشتغل في الزراعة إنما عايش على الزراعة وبالتالي لما أنا ضغق هذه الفلوس في محاصيل تجيب لي ومحاصيل أساسية بدل ما استورد أنا من برة فأقلل الضغط على الطلب في الدولار وبالتالي أدي كده ما نسميه خريطة حقيقية للأمن الغذائي الأمن الغذائي مش معناه الاكتفاء الزاتي الأمن الغذائي معناه إن السلع الأساسية هزود إنتاجها وخليها متاحة في السوق عشان بس نتفق أنا ما تكلمش عن اكتفاء الزاتي أنا ما تكلم الأرض اللي ممكن تتفقها منزود جودة التقاوي المحصول يوم ما الفلاح يلاقي السعر مجزي هيشتغل وهيطلع أرضه في بعض الناس النهاردة بتفكر إنها تهجر الزراعة مسؤوليك مين دفن؟ بأمانة إحنا كمجلس نواب علينا مسؤولية وإحنا طالبنا من وزير الزراعة ووزير الرأي وإن شاء الله الأسبوع القادم مع لجنة الزراعة نضع خريطة لهذا الموضوع وحنطالب الحكومة بوضع الأسعار التي تحق عائد مجدي للفلاح حتى نستطيع يعني خلينا نقول الأرض الزراعية دي بالزبط أولا فيها فوائد لكل الاتجاهات فيها فوائد إن أكيد إنك عندك مصنع بس ده ما يغليش على المواطن؟ لا ليه؟ ليه؟ كما أنت بتستورد بالسعر الأغلى عملنا تقرير النهاردة النهاردة الأمح بيستورد بحوالي 540 جنيه للأرداب اللي إحنا كنا بنجيبه بـ 420 كما تدي له 600 تأكيدا لكلام سيادتك عملنا تقرير في 90 دقيقة وسألنا الناس وقلنا لهم الجنيه يشتري إيه؟ عايزين حاجة تشوف معنا التقرير ده مدته صغر عمله لنا الزميلة نوع حمزة ونرجع نستكمل حوالنا مع سيادتك هو الجنيه ممكن نشتري بيه إيه دلوقتي؟ نشتري بيه؟ نشتري بيه لب بأمانة بيه لب؟ ولا مفيش أربع واحدات مفيش بيه خلاص هو دوب اللي بانا كيه اللي بانتين بكتير قوي والراجل كرمت كسمة نديل والبانا لبانا بس لا مش عارف بصراحة ما بيبعرفش أشتري بيه حاجة ولا أي حاجة مش أشتري أي حاجة الجنيه مش أي لازمة ولا أي حاجة عمتنا ولا واقع مني على الأرض مش هواتي يجيبه أنا أي حاجة خريصة لب مش هجيب حاجة خالص والله ما يجيب حاجة علب بيتم النبي عارب ما يجيب شو حاجة أدوبك مصلات تكتب أرواح ملب سيئة حاجة والحاجات دي لبنتي مصاص مش تجيب بيه حاجة خالص الجنيه ده خالص مش يعمل حاجة دلوقتي خالص اشتري نفسي حاجات جتير والله ولا أي حاجة هلا حاجة خمسة جنيه لكن جنيه ده كان زمان أحاج ولا أي حاجة لا اشتريش حاجة أصلا بالجنيه باللوقتي الجنيه بقى يجيبه رغفين لا صعب قوي بني تشتري حاجة باللوقتي الجنيه مش تشبي حاجة والله غلبان بس بني ديلي السايس بير دبي لا برضو بير مفشك هو جنيه ممكن نشتري بيه عايزين نحطه عنوان عنوان ونسأل ناس يعني ممكن يجينا رسائل وممكن يجينا اتصالات حارك ممكن الشرق بالجنيه زي ما قالوا تقريبا أي حاجة لكن باقي حسابي يعني مش بيعمل حاجة مش بيعمل حاجة بزيته سيادة الرئيس كم مرة قال سمعت أنا هنا حاجة واحدة طالبة أو حاجة قالت دلوع مني على الأرض مش هنزل أجيبه لا مش عاجبين ما عجبتنيش أنا ما عجبتنيش زعلت يعني لا وده يرجعنا حتى لو قيم ما كان زمان وإحنا عيامين الماليم ما هو برضو ما بيجيبش حاجة كتيرة بس برضو كان ماليم أو اتنين ماليم نعمة وانا عند ربنا نقولها كان فلوسيا بس هي بتقولها لا تقصد ذلك إنما بتقولها بتلقائية السعارة إنه ما بيجيبش حاجة ولكن هرجع لرئيس عفتاح سيسي لما قال الفكة اللي مش هماكو دي لموها إحنا في حالة هتوها إحنا محتاجينها ما هو تجميع الحاجة بس النقطة هي لا بس أنا حتى طالبت البنك المركزي وأصدر عملات ربقى جنيه ونصف جنيه وكذا حتى وإن لم يكن بيشتري حاجة في حد ذاته وجود العملات الفكة بتاعت زمان مهم جدا لما تيجي تطبق قانون ضريبة القيمة المضافة يقولك 13% من 10 جنيه يبقى أنت عندك 130 قرش هيتضافه إذا لازم يكون عندي الفكة طبعا وجود وتوفر اه طبعا لغاية النهاردة وانت بزافر السنت والبتاق كل حاجة والسنت نفسه ما يجيبش حاجة اه طبعا ولا العشرة ولا النص يورو بس موجودها فوجود الفكة مهم جدا لعملية تجارية الداخلية بس أنا عايز عشان الناس بس يبقى معنا في الصورة إذن إحنا الحكومة والشعب استطاع في المرحلة اللي فاتت أن يحقق في التفرة في البنية الأساسية سواء من المدن الجديدة من الطرق من محطات الكهرباء من الصيانات اللي حدا أشكلك جدا قلتها من رفع مستوى الخدمات بالإضافة إن كان من الشجاعة أن يأخذ قرارات اقتصادية حقيقية حتى يمكن إصلاحها إذا كنا اعتبرنا ده مطور كان خلاص هيفوت ويقعد فكان لازم نعمل له عمر العمر دي إن إحنا حررنا الجنيه وفي نفس الوقت بتدينا نتكلم فيه الدعم على التوازي وسيادة الرئيس نفسه قال إن برنامج الإصلاح الإقصادي في جزء إصلاح الإقصادي وفي جزء حماية اجتماعية ونوع من الضمان الاجتماعي هنا دي لازم نبصلها وأحد النظرة لنا إن إحنا نبصل للفلاح نبصل للمعاشات البسيطة نبصل للأجور المحدودة يوم من نبصل ده ببصة واقعية بناء على الجنيه بقى أضعف هنا ساعتها هنحافظ على مجتمعنا وهنحافظ على السلم الاجتماعي وحن نكون مع بعض مع بعض بمفهوم مع بعض حتى يمكن أن نرى ثمار المرحلة أنا بقولك في نص 2017 إن شاء الله هتجد القطوات الرئيسية اللي اتخذت هتخلق مناخ جاذب هتجد استثمارات خارجية تبتيت زيد هتجد تلمى العملة منتزنة تحولات المصريين في الخارج هترجع لمعدلاتها هتجد جذب وقدرة على التصدير يعني لكل احنا في منحة طبعا لما العملة ضعفت معناه الحاجة بتاعتك اللي انت بتنتجها بقت تقدر تأخذ الأسواق الخارجية وبالتالي لابد من الاهتمام بالصناعة والصناعة اللي لها قدرة على التصدير خلقنا المناخ المناسب وما نعودش نخبط في بعض متأسف للتعبير ما نعودش نعقد على بعض ما نعودش نقف قصاد بعض لابد ان نفترض ان المستثمر صادق وامين وسليم وكل حاجة الى ان يثبت حكس ذلك انما اقف بقى واقول له اسمك ايه وجبت منين وروحت فين وعملت ايه والتعقيدات دي انما اتمنى القانون الجديد يبسط هذه الاجراءات طب معنا الاستاذ علي خليل وهو مستثمر وعنده قضية عايز يترحى ويأخذ رئيسياتك فيها بسلام خير يا استاذ علي الو الو علي بيت زي حضرتك اهلا اهلا بسيادتك يا فنم تفضل تفضل الو اهلا يا فندم انا معاك وطي التلفزيون لو معا لي وطي التلفزيون اهلا مطيع الاخر تفضل ايه ايه يا فندم انا تامر مان ايه يا فندم انا تامر حرك على الهواء اهلا سامر ربنا يا فليك اهلا بيك يا فندم الدكتور دكتور علي موجود هو سامح حضرتك اه تفضل يا فندم ايه يا فندم ايه يا فندم سامحتي بس انا عايز اكلم الدكتور علي اهلا بيك انا سامح حضرتك اتفضل اهلا بيك انا سامح حضرتك دكتور علي المسال خير سامر نور اهلا بيك اهلا بيك كنت بتكلم من شوية على قانون التصمار المص اللي هو بفروض حيصدر قريبا ان شاء الله حضرت قريبا دي يعني قد ايه يعني كم شهر هقول لها حضرتك كم سنة لا هقول لها حضرتك هو تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء اول ما بتوافق عليه من مجلس الوزراء بيتبعت لمجلس النواب مجلس النواب بيدرس فيه اللجنة الاقتصادية بناخد اسبوع او اكتر اربع خمس لجان استماع مع المستثمرين ومع المسئولين اذا كان فيه بعض التعديلات بتتم ثم بيعرض على الجلسة العامة حتى يناقش يعني انا بقول لها حضرتك لو جلنا نفترض الاسبوع القادم يبقى خلال من شهر لستة اسابيع نستطيع ان ينتهي المجلس منه هو يعني حضرتك نتوقع مثلا انه في خلال تلات شهور على حد اخصى طيب انا عايز اقول لك على حاجة احنا كمستثمرين اه المعارضة لما بحب اعمل مشروع في مصر اه غالبا غالبا يعني اه بنزل وقبل مجهود ووقت وفي النهاية باخد بعض ديوك ارجع مرة تانية بايني انا معرفتش اعمل حاجة اه كل حاجة محتاجة اه عشرين توقيع و اه مبدي يعني يعني غريبة اي و اه حضرتك متعاربش يعني حتى راكن هو راكن هو بيشتكي من البيروقراطي انا انا لو حضرتك سمعتني قلت ا انا متابع الازدارات المختلفة نتيجة القانون ده اعمال يتناقش اكثر من مرة ودي اخر اه نسخة اهم نقطة الاجراءات اللي حضرتك بتقولها لا بد الاجراءات تبقى واضحة ومعرفة مسبقا ومحددة بزمن معين وبتكلفة معين اذن لم يكون كذلك انا بأكد لحضرتك ان احنا لن نستطيع نجيز مثل هذه المحاولات وانا متأكد ان وزيرة الاستثمار قامت بالاستماع للمشاكل اللي عندها اكتر من ربعمائة مستثمر كان فيه عندهم مشاكل ولجان فضل منازعات ويجب ان نعي ان المستثمر مش جاي يهزر او مش جاي يضيع وقته ويجب ان احنا نكون جاهزين وكل شيء معد قبل ان نعرضه على المستثمر طبعا اكيد انا بيطم نحددك من دحياتي لسبب الفرص لا تتكرر كثيرا فان شاء الله لن نضيع هذه الفرص استاذ علي معانا احمد من منصورة احمد ازايك السلام عليكم السلام عليكم السلام اتفضل يا فنم معاك احمد نتكون من الماضحة اهلية اهلا بك فنم اتفضل اهلا بحضرتك يا سلام سامر اولا الجنيه محدش بيجي بحاجة سعلا ليه لان احنا كشعب احنا بنغلى على بعض وبتلاك السعر في محل بسعر الحاجة بسعر في محل والتاني بسعر تاني مزبوط ده وصلت للصيداليات كمان ده ده دي فزادي واكعي يعني نشوفه بعينينا وانه بردل نشوف فزادي يقول عليه نقطتك وصلت ناخد عبد الباصل من انا عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتفضل استاذ عباس لاي لو سمحت انا عايز اسأل تفضل معي الوزير معاك تفضل استاذ معي الوزير بس هو يعني احنا عاوزين نعرف الجنيه امتى هيتحسنه ولا ما فيش تحصل الجنيه طب سؤال محترم جدا انا واحاول اقاوب حضرتك وبعدين عاوزين نعرف حاجة برضو يعني سيادتك هي البنوك مفوض وبقى ليها سعف معين يعني مفوض ما تزودش على بعضها عشان الجنيه نهار بالطريقة دي مفوض سعر معين تشتري بيه او تبيع بيه اللي خلي الجنيه وصل للعشرين جديه الدولار الدولار حاضر شكرا ابراهيم الو ابراهيم من قاهرة السلام عليكم محمد الابراسيات ايزاك السلام ايزاك سيد ابراهيم تفضل انا سعيد اولا 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 انا سعيد انا بكلم خضرتك لطن المارضة شكرا جزيلا انا كمان سعيد تفضل ابراهيم اول اللي انت عايزه ماشرقا الجنيه ممكن ممكن انا انا كمواطن اشتدي الو 200 وعاشت في غيبة وعد كبيره اللي عدى بيه وعلي الحمدالله ببوصف وبيوصف انشاء الاسكاد برئيس الاسكاد محاجر لاثبخ ما حاجر لنبلا بقول 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 يا ستناي احنا من حدك رح وربنا على هيك ربع علين تكليم شكرا جدا 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 بشكل للتوضوع بتاعك ربنا يا خليك ابتسام من اسكندرية زك ابتسام من اسكندرية الله يخليك اتفضل يا فن نقطة قصة يا ابتسام نعم نقطة قوصلت محمد من بورسعيد الو زك محمد الحمد لله تمام اخبار حضارك ايه انا كويس تفضل اشتف دعما اخدت حاجة سأل معالي الوزير تعويم الجينيه ده فاد الاقتصاد المصر بيه السؤال زكي والناس عايزة تفهم طبعا تعويم الجينيه فاد الاقتصاد بينعمال ادون الاسئلة على فكر بس سؤال مهم جدا مرسي جدا على السؤال ده محمد اشكرك هو عندنا كم سؤال بس انا عايز الاول سيادتك طب خليها معانا اول سؤال طرحته على سيادتك ان في مخاوف لدى بعض الفئات ان هم يخرجوا برا نعمة الدعم في بعض الناس خايفة ونرجو بكلم سيادتك بقى في صفة رسمية كسيادتك نايف واسرك مقصدية جوة البرلمان السؤال ده السؤال الاهم نرجو من سيادتكم انا عارف ان الالفين جنيه ممكن اللي هيخد فوق الالفين جنيه اللي بياخد الفين ومئة جنيه هيخرج برا ممكن يخرج برا لازم نقدر ان الالفين جنيه النهاردة غير الفين جنيه من 13 شهر غير الفين جنيه من 5 سنين يعني الالفين جنيه النهاردة محدود دخل وفي رأيينا الخمس سلاف جنيه كمان محدود دخل ويحتاجوا هذا الدعم فأنا عايزين نطمنهم انا انا اطمن حضرها كده نمر واحد ما يحدث الان في كلمة تنقية البطاقات هو حضرها دك في الفترة اللي فاتت كان حصل نوع من التكرار في الرقم القومي والناس سمعيني وعدد المستفيدين على البطاقة اكثر من الحقيقي يعني يكون انا لا ده يحول الى النياب على المدينة لا لا مع ان وزير التموين وبشكره جدا قال اللي هيتقدم من نفسه لن يوقع عليه غرامة بحيث يتم فبتم دلوقتي مراجعة البطاقات آليا مع الرقم القومي وكشف العيلة بحيث انه بيتم التنقية ولذلك هي اسمها تنقية البيانات النقصة ده واحد متوفى واحد متولدش وتمتوفين وده اللي بيتم بتعاون ما بين وزارة الانتاج الحربي ووزارة التموين ووزارة التنمية الادارية وصورة الدخلية لازم كمان بان عندها السجل الودن ما هو اللي بتعاون طبعا ده السجل البيانات الأساسية هي الرقم القومي فدي نقطة النقطة التانية اللي حضرتك قلتها كمان في لجنة على مستوى وزاري عالي خمس وزارات وزارة التضامن وزارة التنميين وزارة الانتاج الحربي وزارة التنمية المحلية وكذلك وزارة الدخلية دول بقاعدين بيعملوا ايه؟ بيبصوا على الاليات بناء على المستفيدين الان حتى يتم لن يكون الدخل الا احد العناصر المؤسلة في ذلك انما هدي حضرتك مثال النوع البيت اللي انت ساكن فيه عدد الافراد نسبة الافراد بالنسبة للبيت الدخل درجة التعاليم كام درجة الاعالة كام واحد بشتغل ما ممكن نكون ما دي من ضمن قاعدة بيانات سمعيني بالزبط وقاعدة بيانات دي أو هي دي قاعدة البيانات موجود بالزبط وبالتالي هيتم وضع الاليات دي بسنا عايزين نركز مع بعض انا معسيت احد الحاجات كمان منها استهلاك الكهرباء عندك اه اه اجهزة اه بالذات الغسرة الاوتوماتيك استهلاك التليفون المحمول استهلاك يعني اذا احنا بنتكلم على خصائص اسرة متكاملة وطلبنا من استادة الوزراء ان عندما يصلوا الى ذلك لن يتم المساس الا بعد الحوار مع البرلمان حتى يمكن يكون لدينا رؤية اخرى ورؤية نستطيع ان احنا نقولها للناس لا يوجد احد يريد انه هو يمنع حد من التموين عشان بس انا بقولها ليس بقناة بدفاع عن القائمين بالعمل ولكن قناعة مني بقناعتهم في هذا المقام فبطمن الناس ما فيش هذا الموضوع بل بالعكس طلبنا من وزيري التموين ان نعود ان السكر يكون بالكمية الكافية اللي موجودة على البطاقة والزيت يرجع زيت السلع الاساسية والرز يرجع رز ما يبقاش فيه سلع الاضافية اللي هي بوزت شكل المتعرف معنى التموين السلع طيب هنا ما يفوقنيش اننا اسأل بنسبة كام في المية ممكن يحصل خطأ في هذه التنقية العملية دي هقول له حضرتك حاجة وانا كنت مسؤول في هذا الموضوع وكنا بدأنا مثل هذا الموضوع يعني عشان بتكلم عن واحد استرد ان القواعد دي لقينا ان فيه ناس اتشلت منها له الحق ان يتقدم العملية مش متأسف فرمان سلطاني ولا كلام كذا وهيتم بقى بحث تفصيلي ولذلك موجود ايه التضامن الاجتماعي التموين الدخلية بالبيانات الاساسية اللي موجودة دخل في كل حاجة اللي سيقعد بيانات زي ما انت قلت الرقم القومي هي من ادق القواعد اللي موجودة لدينا طيب فكرة تحويل الدعم من دعم عيني الى دعم مادي ده بيضمن كام في المية ان هو يوصل لمستحقية وان هو يفتهم اعتقد حضرتك بانا يمكن عشرات السنين بنتكلم في ذلك يعني برا في انجلترا مثلا دعم مادي خد يا بابا خمس بيس سليني الف سليني وعيش لما نحصر هذا الموضوع ونعرف ايه السلع الاسسية وتكلفتها وكنا حطين مقترح انا بتكلم من قبل هذا الوقت من سنة كام من 2009 اتعرضوا 2010 كنا هي اتناعش في البرلمان ان احنا حسبنا كافة انواع الدعم السدعم مش موجود في البطاقة بس الدعم عندك على البطاقة وعندك على البتجاز وعندك على عيش وعندك في السكن وعندك على البنزين وعندك في الصحة وعندك في التعليم ويعني الدعم مفيش حاجة مش مدعومة في جمهورية مصر العربية لا نتفق على جودة الخدمة ده موضوع نسيبه كده واحد اسباب عدم جودة الخدمة هو الدعم يعني الخدمة الكوباة دي نفترض انها بخمسة جنيه انا ببيحها بجنيه فاللي بيصنحها بقى بيقول ده هي هتتبع بجنيه مستوها وحش وتعامل معها وحش طب لي ده هي الدولة بتدفع فيها خمسة جنيه وبتقول المواطن ولذلك قلنا يجب ان يكون هناك سعر واحد للسلعة ايا كان قيمتها على البطاقة البطاقة هتطلع بطاقة جديدة زكية هي برضو اللي موجودة زكية بس هيبقى فيها نقم القومي وفيها كل البيانات اسكى بقى لا محتوها اكتر بحيث انها تديك الحق في الحصول ولكن ده سعرها يفضل خمسة جنيه ولكن انت معاكل بطاقة تاخدها باثنين جنيه خلاص انما دي في السوق بسعر واحد مفيش حاجة اسمها سعر في التموين وسعر برا التموين عشان لنلاقي تهريب ولنلاقي حاجة لو زبطنا هذا الموضوع مع احترامنا لأهمية بص الله هذا الجملة ومؤمن بها الدعم احد الوسائل الاساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية فلا يمكن ان نفقد هذه الوسيلة انما ما نخليش الدعم عيني مباشر بحيث انه هو يبوز السوق خلينا ناخد الحاجة حميدة من الشرقية انه بقالها فترة منع التليفون مساء الخير مساء النور اهلا بسيادتك ازاي حضرتك تفضل تحياتي ليكو وتحياتي للدكتور تفضل يا فان اهلا بيكو ازاي حضرتك كل سنة وحضرتك طيبة اهلا بسهلا انا عوزة من الدكتور المسترح بس ينشط لنا موضوع الاحوزة العمرانية للكفور والمدن كلام المتهز طبعا الاحوزة العمرانية سمك سمك الاحوزة العمرانية مرسي جدا جدا على اتصالك يا أستاذ حميدة عبدالعزيز من الشرقي عبدالعزيز سلام عليكم عليكم السلام اتفضل عبدالعزيز سليم من أبو جبيل شرقي يا فاندي ايه يا فاندي ما انا عارف اتفضل ايت في التلفزيون مساء الخير انا معالي الوزير انا بيجي عبدالعزيز بيه ازايك ازايك حضرتك كل عام حضرتك طيب وانده بالصحة والسلامة منور الشاشة ومنور مصر كلها اتفضل انا باستغل من هذا المنبر من قناة المحور وبناشد السيد رئيس في الوزرة نضع الرجل المناسب في المكان المناسب الدكتور علي مصرحي قيمة وقامة وحجة ومكانه وزير تموين الرجل اللي وضع منظومة للتموين للعيش وكانت على ايديه خطة متقدمة للدولة هذا هو حال حال الدنيا لابد ان يكون هناك تغيير وبرضو المنظومة التموين الحالية كمان هي شغالة وكله بيسلم بعضه نقطتك وصلت يسري من الدأهلية يا يسري ايوة ازاي اتفضل يا باشا عليك السلام الله يخليك تفضل لا انت واقف في حتة في ها السيجنل مفيش الخط بيقطع محمد مجيزة قالو قالو السلام عليكم تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل فان الله يخبر كنت عدد الساتة الوزير كان بيتكلم على التموين اي انا هترجم مثلا اه كانت البطاعة الاديا ايام الورق كنت بصرف مثلا ثلاث افراد بالوقت بقى لي سنتين بصرف فرض واحد ايه حاجة اه يعني هل الحاجات دي هتتعدل اه ولا ولا لا اه اه طبعا لا بص حضرتك يمكن لما حصل اللخبطة في الفترة اللي فاتت وكلنا عايشين في بلدنا وعارفين ايه اللي بيحصل فلما بيكون هناك عملية تنقية بتوقف اصدار البطاقات الجديدة ومع ذلك وزير التموين وعدني ان هي لو بطاقات جديدة او بطاقات ورقية هيصدروها وبالتالي حقك لازم يوصلك فمن فضل حضرتك سيب اسمك سيف اسمك في الكنترول وانا هديهم لسات الوزير وانا هتابعك مين استاذ ابو الخير من الجيزة خدوا تليفون الاستاذ اللي كان معان شكرا ابو الخير السلام عليكم عليكم السلام اتفضل استاذ ابو الخير استاذ تامير انا يا فندي ابتامير اتفضل انا سيد سامر ازاك عجبه الخير الله يسلمك ازاك الدكتور علي اهلا بيك ازاك يا عازل بلغ رسالة للدكتور علي اتفضل يا دكتور علي ايوه احنا نتكلم عن الاستثمار وعادين على اين عن الاستثمار ايوه احنا عندنا نسكة مستثمرين قبل كده واخدوا اراضي ومصانع والغاية الان ولا اشتغلت ولا رجعك الدولة تاني احنا مصر بخير ومصر ان شاء الله احسن دولة واغنى دولة ان شاء الله بفضل الله ومستورة لمصر الناس الطيبين باهلها شكرا يا استاذ ابو الخير خليني ارجع للسؤال اللي سأله احد المتصلين وقال لحضرتك الجنيه تحسن امتى والتاني اللي سأل وقال هو تعاويم الجنيه هيفيدنا فيك بس برضو ما تنساش سؤال الاحوزة العمرانية الاحوزة طبعا عندنا احنا عندنا مشكلة اقتصادية حقيقية ليست يعني ازمة طريقة لا ده مشكلة في هيكلة الاقتصاد المصري عندما تجد ان السعر العملة بتاعتك في البنوك الرسمي بقيمة وفي البرة بقيمة تانية دي كرونيك كيس اه فاذا كان عندنا حالة مرضية فان لم نعالج هذا المرض لن نستطيع ان احنا نتحرك قدام فالسؤال يبنى بالمفهوم عدم حدوثه ان لم تأخذ هذه القرارات كنا لا يمكن ان نكون موجودين في خلال سنة لحنا كنا هنقدر نجيب تموين ولا نقدر نجيب الامح اللي احنا عايزينه ولا صابقة ولا اي حاجة بامانة نعم هل معنى كده ان ما فيش تكلفة وفيه اثار سلبية لهذا القرار نعم هناك تكلفة علينا جميعا واحد مظاهرها ارتفاع الاسعار وما نسميه التضخم والجهاز المركزي تعبير اما ويحصل له كل التحية اعلن الشهر الماضي نوصل لعشرين في المية معناه رقم احنا كنا بيكلم في عشر ونص و احد عشر و اتناشر وابتدنا في المنتجة تلاتة اربعة اشهر اربعة عشر لما حصلت عوين بقى عشرين في المية معناه كلنا قدرتنا الشرائية قلت بهذه القيمة نعم وفي بعض السلع اكتر وفي ذلك ده المتوسط العام فاذا نعم هناك فاتورة بتدفع ولكن ممكننا النهاردة كان ليا لحظ اقابل محافظة البنك المركزي قدامه الاثار السلبية لهذه القرارات اتخذ قرارات نتيجة افترض من انت كان عليك شركة وفتح اعتماد بالدولار نفترض مليون دولار معناه كان قيمتهم تسعة مليون تسعة مليون بعد تلاتة احداشر بقوا تمنتاشر مليون طب يبانوا ازاي بقى كده ويبقى ان شاء الله يقفل ويروح فاتخذ قرار ان لن تقوم البنوك باشهار اي تفليس او اي تأثير سلبي على الشركة فيما قبل التاريخ قبل هذا التاريخ نعم 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 المدينية دي تتقصت وبدون فوائد على ثلاث سنين او خمس سنين بناء على القدرة المالية للشركة اكتر من ذا بيدرس انه هو كمان يثبت السعر واكنه ياخد الرزق المخاطرة على البنك المركزي حتى يحافظ على القدرة الانتاجية لهذه الشركات اذا موجودين وبنتحرك في اتجاه ايجابي بالاضافة من وزير المالية نتيجة حضرتك قبل التعويم احنا كلنا عارفين ان كانت الناس بتشتري الدولار من السوداء وكان مسموح انه يشتريه وروح يمول اعتماده فلما هتيجي تحسبه على الضرايب هتحسبه قبل التعويم بـ 8 جنيه و 80 قرش ثم هو كان شريب 14 و 12 و 12 و 13 فوزير المالية حتى متوسطات بناء على هذه المتغيرات بحيث ان مفتش الدرائب كل شيء مدروس اذا احنا بنتحرك في اصلاح حقيقي وليس معالجة ظاهرة فقط وهذا الاصلاح الحقيقي لابد ان نستمر فيه ولكن بوعي لا ضرر ولا ضرار كحتمة حقيقية في هذا الموضوع طب مدى سيتحسن جنيه نمر ايوة بالضعاب القادم المناخي الجاي سواء عجبني الاخر من الاهلية اللي بقول ان فيه مصانع واي ما وكذا مشكلة الاستثمار هي الاجراءات ولذلك انا قلت المعالي وزيرة الاستثمار الموضوع مش قانون الموضوع تبسيط الاجراءات ووضوحها وما ندخلش فيه عش الدبابير انا بكلم ببساطة وبضوح دخلنا المستثمر في عش الدبابير ولا هيلاقي ترخيص ولا هيلاقي حاجة فاذا الموضوع نحن نعلم مشاكلنا ونحن اقدر الناس لحلها فلابد ان نتصرح بيننا يعني الجنيه هيتحسن لما نحسن من ده اه طبعا اه طبعا دي عزيك تحسن طب انا بقول لحضيرك اللي لهم سيادة الرئيس مبارح ستة شهور كمان وهيتغير كل النظام بس يستحملوا معايا ستة شهور انا بقول لحضيرك شوف انا بالصدفة قلت ستة شهور فالستة شهور دول هو عبارة عن ايه ان المناخ يبقى تحسن خانون الاستثمار ينزل تصدير ربما يزيد تصدير بيزيد دلوقتي نعم والاستيراد دي قل نعم فكلما توزن الميزان ينزل دولار اذا نتطلب على الدولار يقل من الاخر الدولار ممكن يوصل ليبقى 8 و 9 جنيه ولا استحالة لا انا رأيي لو استقر على 13-14 في الفترة الجاي على اخر سنة 2017 واختبع عندك كده توقعي تمام ان شاء الله نبقى عملنا طفرة اقتصادية حقيقية وبالتالي هنا قيمة الجنيه اهم من قيمة الجنيه اول ما يبقى فيه استثمار هيبقى فيه تشغيل اول ما يبقى فيه تشغيل هيبقى فيه دخل وبالتالي مع ضعف قيمة الجنيه بس انت هيجيلك فلوس اول ما يجيلك فلوس تبقى عندك قدرة شرائية اكتر اول ما يبقى عندك قدرة شرائية اكتر تبتيجي تتحرك الحجلات وتتحرك هل القروض اللي تحصل عليها الحكومة بتساهم في حل المشكلات الاقتصادية خاصة وانه فيه اجتماع اللجنة الاسبوع اللي فات كان فيه انتقادات من بعض النواب بسبب ما اسموه غياب الرؤية في استخدام القروض وتحديد اوجه صرفها كويس ان حضارك سألتيني السؤال ده جدا اه ادي بس حضارك مثال احنا عندنا نفترض الموازنة بتاعتنا 100 جنيه الموازنة معناها ان هي كل الفلوس اللي قدام الدولة تصريح تشتغل بها نفترضها 100 جنيه مسا بلاش المليارات والالقام خلينا في الميات اه 33 جنيه منهم اجور ودي حاجة حتمية واللي سمعيني مفروض نبص على زيادة الاجور عشان الغلاء اللي بيحصل تلتو التاني خدمة الدين الفوايد بتاعت الديون المتراكمة اللي عندي ايه 33 تانية التلتو الاخير الحاجة فيها 33 او الان بعت 33 33 33 33 التلتو الاخير الدعم طب الاستثمار تعمل ايه موحاجة من اتنين يتبطل شغل وتبقى في منطها الخطورة او انت عارف ان مكنة الاقتصاد المصري انا متفائل في ايه ارضنا الحمد لله هي هي المستهز زراعية مع المليون ونصف فداني اللي هيزيد وبتبقى بعد سنتين هتزيد المصانع بتاعتنا اللي وقفة دي هي هي محدش احسن بكتير النهاردة انا قريبت قاعد هنا ومازال موجودة بتتدرب عندكم ومستنية تتدرب وهتروح لوحدها فيصل سؤال بس هنا عشان بس خلص دي تبقى خلص دي بالتلاتة وتلاتين الاجور دي كانوا كام قبل 2011 كانوا كنسبة كانوا 25% كانوا كام فن كانوا 78 مليار والنهاردة 245 مليار بنتيجة ايه تعرضنا لده ما اقوميش هدخل في الموضوع ده المظاهرات والتسبيت طب وهل المظاهرات الفقوية ومن السجاب لهذه المظاهرات الفقوية وهنا اعني بدون ذكر لا بس الحقيقي احنا مش فارطة بسبب ده طبعا بس انا بقول جملة بقى واضحة خلينا نواجه الوقف ونحاسد المسؤول ليس لدينا من الوقت ان ننظر الى الخلف ولو خمس دقايق ثلاث تضعف بس مثلا خلاص بس خلديني بس لما تبتدي العجلة تتحرك اذا الدخل يزيد عندك مؤشرات الاقتصاد الكل لازم نتبحها كل شهر عجز الموازن اخباره ايه بالتضخم اخباره ايه نسبة البطالة اخبارها ايه الاحتياطي النقد الاجنبي اخباره ايه لو لقينا المؤشرات دي بتتحسن احنا ماشيين ان شاء الله عارف لو ماشيين بسرعة السلحفاء سناصل سناصل ولكن يجب ان تكون هناك نظرة كلية كنترول عليها اه ونظرة كلية عشان ازق في الزراعة ازق في المشاوعة الصغيرة ومقاصر تسلم على المسال ده انا قلت انه كان حالة بس بعد ما اعمل العملية لازم يكون فترة نقاها وتابعه شهرين ايه كانت سندي الخاصة وهل ضمها للموازنة العامة هيسهم في انعاش نحن نؤمن بذلك نحن من لجمة الخطة والموازنة ولجمة اللجمة الصادية وارجو من المستمعين اللي عندهم صندوق خاصة او حسابات خاصة نحن لا نتهم احد وكلها تلعب قوانين وكلها تلعب قرارات بس بنقول تقنين الوضع بهيس تدخل للموازنة العامة وتخصص لهم بنفس الحرية ونفس الامور حتى يمكن ان احنا نزود الشكل الموازنة لما نزيد للدخل تجد ان نسبة العاجزة تقل احنا بمصلحة واحدة وفي نفس الوقت الرقابة 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 تكون واضحة مين يزعل من الوضوح والرقابة ما يزعلش ولكن ان شاء الله هتتأمل كده وقانون المحليات بيبص في هذا الموضوع ما تجد حاجات مهمة جدا اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ولا حضرتك على رأسها نسيت بعد التلت التالت مش هنعيش فكان لابد ان ننمو حتى تنمو وانت ضامن ان المكنة بتاعتك مكنة كويسة فكان لازم تخترض فالقروض وانا بجد يعني انا عن نفسي كنت موافق ولازلت موافق على قرض صندوق النقد الدول مهما قالوا صندوق النقد وصندوق مش عادة ده كلام غير واضح ده عارف أنا كلام غير جيد احنا محتاجين وإحنا شركاء مع الصندوق حصلت التسعين بالزبط وإحنا شركاء مع الصندوق ده فلوسنا حرام وبعدين فلوس رخيصة أرخص من اللي أنا باخدها من البنوك المصوية وفي الدولار ما هونا يا فندم برضو عندي عتاب على البرلمان وعلى الحكومة ان ما حدش بتلعي فاهم الناس يعني لا والله أنا ثلاثة أيامية واتكلمت أكتر من مرة بس الناس برضو تويترقوا من الكلام والسلبيات مع وجود بعض الحساسية عند الناس بتسمع أكتر من الإيجابيات إنما لابد أن نتفاعل والقدرات الإقتصادية لمصر قادرة على أن تستوعب مثل هذه القروض ولكن الملحوظة اللي قالتها اللجنة الإقتصادية إن الجهات اللي وزارة تعاون الدولة بتتعب وتجيب لها قروض ما بتشتغلش بالقروض كويس وده ظهرت في إيه كان موجود قروض من 2008 عارفين إن بعد 2010 نامت الدنيا وما حد استغلها فكان تجديد القرض بسبب كان بـ 250 مليون دولار واستخدم منه 75 فالحق يقال صبعا للتهم نقوله على الجهة التي كان يجب أن تستفيد من هذا القرض اللجنة الإقتصادية بالبرلمان واللي حضرتك على رأسها فتح ملف الاقتصاد غير الرسمي وبحث أليات دمجه بالاقتصاد الرسمي في الأول كده أنا عايز أعرف من سيادتك إيه هي المجالات المعروفة باسم الاقتصاد غير الرسمي وما هي الفائدة التي ستعود على الدولة بدمجه مع الاقتصاد الرسمي هذا الموضوع هام جدا 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 ولكن صعب جدا 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 يعني مش معنى أنه صعب إن إحنا مش هنعالجه لسهب كلمة الاقتصاد الرسمي اللي هو واحد عنده سجل ضريبي وبيتحسب ضريبيا وراجل عنده شركة لها سجل تجاري وكل الأمور وضع عشان بس دي للناس مثال وطبعا هذه الأرقام قد تكون أقل من الواقع تقريبا أكتر من خمسين في المية من الاقتصاد المصري ما نسميه اقتصاد غير رسمي مش معناه لا القطاع الخاص ما عنده شركة ومسجل وكاس القطاع الخاص وكتير كده اللي هو إيه الحرفيات والحرفيين الحسين والحرط اليوم الباقيين الجائلين اللي عنده ورشة تحت كذا اللي بيعمل منتجات غذائية غبقة أحد الحاجات الهمة جدا قانون سلامة الغذاء إحنا عندنا مجموعة من القوانين صدرت أو قاربت إنها تدخل حيث تنفيذ العام القادم هي سيفتح أمل كبير النقطة المهمة كمان إحنا بالنقش إنها عنده قانون حماية المستهلك الأسعار وزيدتها فهي جزء منها جاي من الدولار ولكن جزء منها من ضعف الجهات الرقابية صح ولا أظلم الجهات الرقابية الجهات الرقابية محتاج بدل ما كنا أقل من الفسدة إيه رأيك في تعبير ده لا أقل بكتير عددهم أقل من المتجاوزين وإمكانياتهم أليلة وميزنياتهم أليلة وقدرتهم الفنية والتقنية أليلة وبالتالي بنبص على حماية المستهلك وأحد المواد اللي فيه إن يكون له فرع في كل محافظة وإن يكون لها علاقة بالمجتمع المدني وإن إحنا نقوي كجهاز ندعمه حتى يمكن لقابة الأسواق آخر سؤال هسأله سيادتك لإن بكل أسف وقت الحلقة بيخلص 2017 سنة خير على مصر سنة المناخ إحنا السنة اللي فاتت والنص اللي قابليها سنة الإعداد والبناء أعرف لما يكون عندك تطلع عمارة وتحفر في الأرض والطراب وبعدين تحط الأساسات وتطلعت الأعمدة السنة الجاية دي نحط السقف ونقفل حطان ويبقى عندنا المناخ المناسب لحياة يليق بالمواطن المصري لن تتم في خلال سنة ولكن الأمل موجود بس عايزة أرجع للحيازات لسبب قانون الحيازات والمشاكل المباني على الأراضي الزراعية وكده من 2010 كنا طلعنا الخريطة وطلعنا الضم الأحوذة الأمرانية ولكن كان ناقصها الخرائط التفصيلية اللي كانت تتعامل من كل محاصر طبعا حدث ما حدث ولم يحدث تيه فمن هذا البتنامج ومن هذا المندر ومن الحد الحميدة اللي بتقول مهمة جدا وانا مش عايزة خلي المواطن يمشي في السليم طبعا إذا لازم أقول له ده الحيوذ الأمراني وطلع له تقنينه ويستطيع أن ياخد رخصة مباني ويحل مشاكل أولاده إنما من يعودش نجري وراء بعض إلى هذه اللحظة الأحوذة الأمرانية التفصيلية في القرى والتوابع وكذلك ما يحيط بالمراكز لم يتم عملها تفصيلية في حيث بينما الخرائط العامة والتصوير الجوي تعمل في 2010 وطراحت المحافظات ولكن كان يجب أن المحافظات لدينا الكثير من القدرات لدينا الكثير من الإمكانيات تم أخذ القرارات الصعبة وتحملها هذا الشعب الحق وقال أن ننحني له وهو شعب عظيم ومحترم وبالتالي لابد إحنا كمسؤولين في برلمان أو في حكومة نساعد في المرحلة الجاية السنة الجاية يجب أن لا نأخذ أي قرارات تزود أسعار أو تزود ضرائب أو تزود كذا في رسائل رفع لدعم البنزيل؟ لا 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 دي إشعة بشة جامد أو تزود لا لا وقعت بيوله يوم السبت الجاي هيعلوها فنحق قرارات في رفع الدعم وطلبنا من رئيس الوزراء إلا بعد مناختة البرلمان لابد إن إحنا نحافظ على أهلنا وناسنا دي نقطة النقطة الثانية إن المناخ العام يعطي بقى الرسالة الحقيقية نحن ندعم المستثمر المحلي بدون المستثمر المحلي لن يأتي لك مستثمر أجنب وبالتالي حل مشاكل المستثمرين المحليين هو نقطة البداية والحرك بالإستثمر أنا مدفاعي جداً وهنشوف الدولار هيقل أنا كتب 13-14 أخذ أمضى من سيادتك عليها خلاص؟ أخذ أمضى من حراكك عليها كل سنة والمصر تفاكد بداً كل سنة والمصر غداً حلقة جديدة من 90 دقيقة هقوم معاكم بكرة هستقبل تلفوناتكم هستقبل رسائلكم هحاول إن أنا أعرف مشاكلكم اللي أنتو دايماً بتبعتوها نايم الجمعة على مطار حلقاتي يوم الأربع والخميس مرة تانية هشكر ضيفي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر